مرحبا حضراتكم معنا مرة ثانية يحدث في مصر بعد انتهاء حديث الكرة بعد ما انتهينا من الجزء الأكبر من انعكاس اهتمام الرأي العام النهاردة اللي مرتبط بالأهل والزمالك في موضوع ثاني قطاع كبير جدا من الرأي العام برضو بيبقى مهتم به وعلى قد ما القطاع الكبير ده من الرأي العام بيبقى مهتم به إلا إنه بيبقى متحفز جدا في مناشته متحفز جدا في الكلام عنه بشكل مفتوح وبشكل صريح اقول لحضراتكم حاجة 81% من اجمالي احكام الطلاقة اللي حصلت في 2023 كانت بتتم بالخلع دي ارقام خارجها برضو وهي ارقام دايما الجهاز المركزي للتعبير العامة والوحصة في الحقيقة عنده افضل مراية لأحوالنا بكل الارقام في كل المجالات دايما الجهاز المركزي للتعبير العامة والوحصة عنده المراية اللي يعني الأدق ما فيش حاجة في المطلق لكن هو عنده أفضل رؤية للمجتمع المصري في كل ما هو مرتبط بنشاطاتنا اليومية الخلع موجود الخلع جزء من حياتنا الاجتماعية طريقة من الطرق اللي بيتم بيها فضل شراكة جواز طريقة قانونية لكن فيه كتب في علم النفس تقولك مثلا انه اصعب حاجة على في تجربة البني آدم اصعب حاجة في تجربة البني آدم بعد خسارة عزيز أو غالي بالوفاء ربنا يحمي الناس كلها ويحفظهم هي الطلاق الطلاق هو أصعب التجارب على النفس بعد فكرة الموت أو الوفاء ده كان بيت قال في التسعينات معرفة إذا كان ده اتغير ولا لأ يعني بسا احنا النهاردة عندنا الضيوف اللي هما في الحالات الاجتماعية لزيدي بيبقى مهم جدا ان احنا نجمع ما بين صاحب الاختصاص اللي عنده العلم وصاحب التجربة فنبقى بنسأل المجرب وبنسأل الطبيب علشان نفهم هل احنا بقى عندنا ظاهرة اسمع الخلع دلوقتي ولا هو مجرد أداية من أدوات فض الشراكة يعني هو أداية قانونية شرعية جديدة لفض الشراكة بين الرجل والست هل تحول لظاهرة ولا لأ نهاردة بيساعدني على فهم الموضوع ده بقى أهل الخبرة وأهل التجربة زي ما قلت حركوا والدكتورة هالة تقدر تصحح لي إذا كنت قلت أي حاجة غلط دكتورة هالة حمد استشاري علاقات الأسرية والاجتماعية وطبيب النفس برحب بحرك معنا يا فهلا أهلا بيكي بنوراني شكرا واصحاب التجربة واصحاب التجربة علي أن أنا أشجعهم وأشدوا على أيديهم محييا لأنه بيبع صعب بالنسبة للرجالة ييجوا في التجربة دي يعني هو أنا أمر بتجربة الطلق ولا أمر بتجربة الخلع وتبقى الشراكة الفضت ده عيب في حق في الحقيقة هي المسألة ما فيهاش أي عيب غير إنها زي موت الحرك ظروف وأدوات وبيتم إنهاء الشراكة لكن برحب النهاردة بقى المهندس أحمد سمير برحب بحرك معنا نفهم تجربته إيه معنا النهاردة الأستاذ سعيد العرباوي برحب بحرك معنا نفسكم برضو نعرف تجربته إيه أهلا بحركة أنا بس عبدأ بسؤال مدخل كده مقدمة علشان إحنا بيبقى سهل قوي في الصحافة وفي الميديا أو كمجتمع نقول إحنا بقى عندنا ظاهرة هل الخلعة ظاهرة في المجتمع المصري ولا ظاهرة آه آه نوداوت يعني الحقيقة موجود وكتير آه لأن المرأة بتاخد القرار والزوج لا يوافقها في القرار فهي بتاخد الأمور بأيديها وبتتحرك للقانون عشان تنفذ القرار اللي هي خدته فهو موجود أكتر من الطبيعة ده على مستوى الشكل مش على مستوى الموضوع صح؟ يعني الفكرة أنه أنا ما بعرفش أوصل للطلق بالطريقة المعتادة فبتجه للخلعة صح هو ده يعني أنه إحنا ما بنعرش نوصل للطلق المعتاد التقليدي هي أي حد في الأول بتطلب زوجها بالطلق فهو بيرفض فبتلجأ لده ما فيش واحدة هتلجأ للخلعة إلا في حالات بسيطة شفتها ومن وراء الجزهة لأنه خايفة توجهه وبتفضل قعدة معاه وهي مقدمة على خلعة ليش شفتها مرتين هي مستمرة في الحياة معاه وهي ماشية في إجراءات الخلعة بالزرعة على مستوى القانون لغاية ما تحصل على الحكم أو وطبعاً بيبقى لها طريقة وبيفاجأ أنه هو خلاص خلصت الكسر عندنا أكتر من سؤال بإحنا نواجهه لحضرتك ممكن تقول لي تجربتك هاشمانس أنت حضرتك اللي أنا فاهمه يعني أنك مرت بتجربة جواز طويلة صحيح 16 سنة صحيح أنتوا لتنين عكس بعض أنت قصيرة جداً وأنت مؤتبرة طويلة جداً صحيح وكانت يعني نتج عنها ولد وبنت بس أنا الحقيقة ما وصلتش للخلع لحقة الموضوع قبل قبلها بيوم النطق أو القرار النهائي بتاع دعوة الخلع قبلها بليلة قبلها بليلة يعني كان نطق الخلع الصبح آه كان المفروض أنه هيبقى تاني يوم صباحاً أنا يعني احتويت الموضوع من خلال المحامي اللي كان قائم بدعوة الخلع التعييز زوجي هو اللي يعني حاولنا أنه أنا وهو لأنه كان شايف قبل ما وصل للإجراءات 16 سنة جواز تمام إيه اللي حصل أدى لفكرة الخلع يعني مثلاً بعد 16 سنة جواز من ممكن أنه لو في طرف من الأطراف قرروا منهي العلاقة لأي سبب سبب 16 سنة تخلي فيه نوع من التفاون أنتو تنهوها قبل الوصول لإجراءات أنا فضلت 16 سنة بحاول أنه أنا أحافظ على الكيان لأنه إحنا كان عندنا في ولد بعد يمكن يعني الفرق كان ما بين الولد والبنت الولد طبعاً كان الأول وده كان على طول فوراً بعد سنة من الزواج وبعد 11 شهر بالزبط كانت البنت موجودة وأنا فكرة الطلاق دي ما كانتش فكرة معتادة لا في ثقافتي ولا في كل المحيطين بيا يعني لا في العيلة الصغيرة ولا في العيلة الكبيرة ففضلت طول الوقت بقوم وبحافظ على أنه الكيان بيفضل موجود والخلافات بدأت في فترة مبكرة وأنت حاولت تصمد مبكرة جداً يمكن من قبل كمان الخلفة الأولى كمان بس كان خلاص يعني لأنه الخلفة كانت بدري فكنت مضطر أنه أنا أستوعب الأمر يعني 16 سنة الطلاق ما تروح وأنت بتقوم يعني أنا بحارب مش بس بقوم أنا بحارب والحرب دي بيبقى فيها هدنة سنة خمس ست شهور وبعد كده نرجع نحارب تاني أنا طبعاً طول الوقت مش ببقى متودد في الفترة دي لأنه يعني مع ظروف العمل في فترات أنا ظروف عمل بتخليني موجود في مصر في أوقات تانية بكون بره فهي فترة الهدنة الحقيقة أن أنا بعيد عن لكن هو الطلاق حاضر من المرحلة المبكرة كان المفروض أنه يحصل الحقيقة لكن أنا اللي كنت طول الوقت بحاول أحافظ على أنه أنه الكيان ده يفضل موجود علشان الأولاد تحديداً أنت ما طولتش كتير أنت عشر شهور اللي أنا فهمته بس الحياة الزوجية رسمياً سنتين صح؟ بعد عشر شهور بدأت تجربة الطلاق والخلع؟ لا أولاً إحنا بمتجربش في الطلاق والخلع أولاً اللي أنا تعرضت ليه أسوأ بمراحل من الخلع أنا طلاقي أسوأ من الخلع ليه؟ لأن في حالة أنا كامل بصوم المستحقات موجودة في حكم الطلاق طلاق الاستحكام الخلاف والنفور أو الطلاق للشقاك والاستحكام الخلاف ده بيضاف أثناء الاعتراض على الطاعة بيجنب فيه القاضي بيجنب فيه الاعتراض على الطاعة بيشرع في إجراءة الطلاق وبيدي كل الحقوق أنتوا اتجوزتوا وبعد 2011-11-2011 كويس وظهر الخلاف إمتى بينكم؟ بعد حوالي ستة شهور تقريب بعد ستة شهور جواز اكتشفت أنوا مش هينفع تكملوا مع بعض لا مش اكتشفنا الراجل مننا يقدر يكمل ويقدر يقوم الظروف اللي حواليه ويقدر يتكيف مع أي واضح بدليل باش موعد سؤالك 16 سنة تقريب تمام ولكن الطرفي التاني مستسهل للإجراء ولا لا؟ وانت في حالك كان مستسهل للإجراءة؟ خسروا طلاق للضرر هي بدأت الأول بالطلاق طلاق للضرر بعد ستة شهور على طول رفعت قضية الطلاق بالزبط بعد الولاد على طول ما وشرت تمام؟ الحمد لله ربنا قدرني وكسبت الطلاق للضرر ما أثبتوش أن فيه ضرر فأنتكملت بقى في القضية أنا ملتزم بكل النفعات في الوقت ده برضك القانون كله منفض على بعض طب معلش؟ فيه لكل حل بديل لغاية ما وصلتو للبديل الأخير اللي هو الخلق عشنا الاعتراض على الطاعة طلاق للشباب عملتوا عقد ما عملناش عقد ما عملتوش عقد أنا قلت أحل ودي كل الحقوق شرعاً موجودة شوفوا لي طريقة محترمة أشوف بها بنتي وخلص على كده بس كده لأ إحنا هنكمل في المحاكمة اتفاهم مع المحامي ورحت مكتب محاميها مرة واثنين وثلاثة أنا بالنسباله لو هما اصطلحوا خسرت صبوع ليه ما بلتش فكرة الطلاق وخلص؟ إن أنا أطلق أغيابي طبعاً الحيطة تجوز ما إحنا نبص قدام ما نبصش تحت رجلين أنا بالنسباله أبص قدام مستقبلاً البنت دي موقفها إيه؟ فبرضو عشان البنت آه عشان البنت حاولت قدر الإمكان إن أنا حافظ على الكيان ما أمكانش القانون هو اللي كان سيف هو الخلع بالنسبة للست أنا بكلم عن مستوى نفسي لأنه إحنا معنا الضيوف اللي وقع عليهم فعل الخلع يعني أو القانون بيقول الخلع بالنسبة للست الخلع شيء أسهل من إنها تبقى متطلقة بسبب الأعراف الاجتماعية يعني؟ لا خلص خلص بالعكس أنا يعني يعني فكرة أنا خلعته مش اتطلقت الست المصرية بطبيعتها عايزة تكمل في العيش وما فيش حد عايز يبقى متطلق ده الوضع الطبيعي ده الوضع الطبيعي وإحنا كشعب مصري بنحب كده نجي ففكرة إن إحنا نقول إن الست كانت عايزة تتطلق وكأن بدون أسباب مستحيل أكيد لها أسبابها بس من الوضع يا دكتورة إن إحنا بغيرنا الست ولا دلوقتي ولا عايزة يبقى فيه ترابط ولا عايزة تحفز على العلاقة وبقت بتتنازل عن العلاقة بسهولة جدا 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 حتى الأولاد يعني أنا رأيي إنه إذا حصل إذا إذا حصل إنه العلاقة الزوجية فشلت ما بين الزوج والزوجة أنا رأيي حتى إنه الأم مستحيل يعني أنا بقول إنه إذا فشلت العلاقة الزوجية أنا بس عايز أقول لحضرتك على النقطة بتاعت إنه الستة طبيعتها إحنا خلينا نتكلم عن الستة تتكلم عن طبيعة جديدة يعني أه طبعا فيه فيه تحول طبعا حصل مؤخرا في العشر سنين الأخيرية في المجتمع بشكل السؤال اللي أنا هسأله موكر أنا يعني ما عنديش التجارب دي ما عرفهاش كويس هو إيه مشكلة إنه إحنا نتفع على الطلاق هو ده واقع بس كثير من رجال يقول لها لأ إحنا ثقافتنا مفيهاش طلاق تجربة عصرية عموا إنه الطلاق ده شيء مرير أو لعني لما يتم يتم بشكل مضر لكل الأطراف لازم يبقى مؤلم كل الأطراف أكيد لا شك مؤلم على الولاد وعلى الأم وعلى الأب بس إحنا نسأل نفسنا هو الطلاق تم عشان الست عايزة تطلق بس وخلاص كده عايزة تاخد لقب المطلقة عايزة تقول للناس أنا فشلت في الاحتفاظ بجوزي عايزة تقول رايحة ترزل على أهلها وتقول لهم لا أنا جربت الجواز بقى عايزة أطلق بس بتالي إنه النقطة اللي كان بيكلم فيها ممكن تبقى لازم اللي واحدة يبص عليها بجدية شوية لأنه برضو على حسب الريسيرش على الأقل إنه إحنا الآن يبقى عندنا جروبات مثلا مجموعات على الفيسبوك من السيدات اللي بتحتفل بالطلاق أو اللي بتحتفل بالخلع وبيعملوا جروبات كده مع بعض في نساء ظهروا على السوشيال ميديا في أكتر من صفحة وأكتر من موقع بيحتفلوا بالخلع طيب فضالي فقط تمام بس خلينا نقول إن دي حاجات فردية مش القاعدة مش القاعدة بتاعة مصر أنا بشوف أنا جوه بيت مصر وشايفة الستات بتتقلم قد إيه إن هي بعد ما كانت استقلت وعيشة مع جزعة حصلت مشاكل وانفصلت وبالعكس فيه أبحاث بتقول إن الطلاق في السنة الأولى كتير جدا في مصر وبرضو يعني الطلاق في السنة الأولى الطلاق في السنة الأولى من الزواج كتير جدا أو قرار الطلاق يا ترى ليه ما هو لازم نسأل نفسنا أنا بسأل كل ستة بيجر ممكن بقول الطلاقين اتغار يعني الرجال اتغار وستات اتغار بس أنا شايف حديك إنه ده وضع طبيعي إنه يحصل صدام في أول سنة اتنين كانوا عايشين في بيوت مختلفة لأ هيا في تكلم على وصول الطلاق مهو الصدام حضرتك مهو الصدام بداية الوصول للطلاق مهو الصدام يعني مشاكل يعني خلافات وبعد كده بيكتري الفكر في الطلاق اتنين حديك اتنين أول مرة بيلتقي اتنين طالعين من بيوت مختلفة لا اتنين طالعين من بيوت مختلفة مختلفة في وضع طبيعي أنه يفعل في أول سنة اللي حضرتك بتقوليه ده ده وضع طبيعي وده موجود في كل الدنيا فين إحنا بقى الرجل أنا بقى هو مزبوط وأنا بقول لحضرتك أنا بقى أكد على كلام حضرتك بس ده وضع طبيعي القصة ما بعد السنة أنا بتكلم بشكل مفتوح يعني المسألة مضرة بالنسبة لك في كرامتك أنك تخلعت زي ما هي بالنسبة للست مضرة في كرامتك أنها تطلقت أنا بشوف أنه إذا هي قررت ووصلت للمرحلة بتاعة الخلع هي عمرها ما هتتضرر بأي حل من الأحوال ولا نفسيا أنا مش كلمة عليها إذا كانت الست وقع عليها فعل الطلاق فهي بتبقى إيه حسنا دي في المجتمع ما هتكلم بشكل عام مش كلمة على فئات في المجتمع بيقول دي ست مطلقة دي سبا دلوقتي بالنسبة للراجل دي راجل مخلوع دي سبا أنت بتحس بكده؟ خالص حسش بكده يعني أنا شخصي أنا في التجربة العامة في الرسمي لحقيقة نفسك خليني هكلم حضرتك أنا من وجهة نظري وأنا مع المدرسة بتاعت حضرتك جدا اللي هي ليه ما نقعد ونتطلق إيه الفكرة أنه إحنا لسه ليه بنروح وبنتطلق وكده يعني وأنا معتقدش أن دي يعني تهين الراجل بأي حاجة باستثناء بس واضح أن أنت كان عندك حرص في أنك تعمل اتفاق الطلاق قبل ما يطلع قرار الحكم بالخلع بيهم فأنت عندك حرص على أنك لا توصم بالوصمة دي ما كنتش شايف أنه الموضوع أنا الوضع أنا حضرتك القصة مختلفة لأنه أنا مش عايزة أطلقك لأنني عايزة أحتفظ بيكي لأنه أنا مش قادر أعيش من غيرك لأ أنا مش عايزة أطلقك علشان نحن عندنا ولد وبنت ده مشروع الأولاد بس طلقت لما لقيت أن الخلعة حاصل لا أنا طلقت مش لما لقيت أنه خلاص أنا طلقت لما لقيت أنه هي لا تصلح حتى أنها تكون أم أنا بالنسبة لي مش فرقة كزوجة كان ممكن أحتفظ أنا كان ممكن أحتفظ ممكن أحتفظ وأعمل بكل ما أتيت من قوة أن أنا أحفظ عليها كأم وليست كزوجة أنا رأيي زي ما قلت الحضرتك أنه ما فيش أي مشكلة وما فيش أي حاجة تمنع أنه العلاقة الزوجية تبقى فشلة لكن أنه تبقى الأم فشلة دي الكارسة طيب أنت حاسس أنك موصوم قبل ما أعشان أسمع فعليها حضرتك أنت حاسس أنك موصوم بفكرة أن أنا راجل مخلوع لا مش حاسب كده لسبب في قناعة الشخصية وفي أوراق الدولة اللي هي الأحكام تمام ما فيش حاجة اسمها مخلوعة أو مخلوعة وبالمنطق ممكن نقول هي اللي راح يتخلعت نفسك طلق عن طريق الخلعة تمام بنلاقي كده مكتوب في الورق بنلاقي مكتوب في الورق إيه فلذي الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدعية طلقة وحينا للخلع طلقة وحينا طلقة باقينا للخلع وده لما حصل بقى هي تنازلت عن كل حقوقها في حالة أنا طلقة للشكاكوست حكام الخلاف ده بيضاف على الاعتراض على الطاعة وبتطلق في المرأة بكامل حقوقها يعني ولا سلطة تقديرية للخلع يعني هي أما للخلع أجاية من إني يعني الخلع ده لازم حسب الطلق بقى مش حسب الطلق ما تحسبتش خلع هو الخلع نفسه نوع من أنواع الطلق عاماتك لو بصينا في القارة لو بصينا للطلق لو بصينا للطلق هنلاقي أولا طلق بيد الزوك بعد كده طلق للعنة طلق لحبس الزوك بعد أكتر من سنة على حبسه طلق للإعصار في النافقة طلق للهجر طلق للغيبة ونصحة سنة 2000 نلاقي القنون بيقول طلق بدون سبب اللي هو الخلع أنت رجل طلقت براتك؟ لا كويس طلقت براتك ولا أجبرت على هذا الطلق؟ أجبرت على هذا الطلق تمام أجبرت عن هذا الطلق عن طريق دعوة خلع؟ عن طريق دعوة اعتراض على الطاعة وأضيف إلى سبب الخلع يريت أنا بقولك يريت كتريحتني من موطع وعدهم أخر فأنت في الآخر أنت بتحسب نفسك مخلوع أو مطلق؟ مطلق 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 أسوأ من الخلع أسوأ من الخلع أسوأ من الخلع والأثار المترتبة على الطلق أي أن كان نوعه؟ تمام؟ ما كسبها بالنسبة للستة كتير ده من أسباب الطلق أسمع تعليق حضرتك أنا لدي تعليقات كتيرة بس أرجو عدم عدم المقاطع حضرتك قلت أنا في الآخر خدت القرار أطلقها لأنها لا تصلح تكون أم صح وإن أنا كنت محتفظ بيها عشان أخليها أم صح لما أنا بسمع الكلام ده هل معنى حضرتك لك مقييس معينة خاصة بيك بمن تصلح تكون أم ومن لا تصلح؟ لا دي سوابت حضرتك الثانية واحدة الأم دي سوابت أنا معنيش مقييس الأم مش مقييس لا أنا مش عارفة لا 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 معنيش أنا دي بس دي نقطة لا يا سوابت هي مقييس أنا رؤيتي للأم غير رؤية غيرها بس حضرتك شايف أنها لو كنت عاشت معاك فهي تستحق لقب أنها تكون أم كويسة لأنها عايش معاك ولكن إذا انفصلت عنك فهي لا تستهلش لقب الأم فأنا كنت مخليها تكون أم بالشواهد حبري بالشواهد وبالمواقع نقطة سانية هو أنا عيش 16 سنة عشان الولاد ليه أنا ممكن أربيهم كويس وتبقى علاقتي بطريقة زي الفل وهو يسعد مع امرأة تانية توفي احتياجاته النفسية وتدي له السعادة وأنا عيش مع رجل تاني برضو يديني السعادة أسيب الولاد معهم مع الأم أسيب الولاد مع الأم بس يا مش موض زيدال الحريك بتقصدي أسيب الولاد مع الأم بس أنا 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 هو اللي بيرد عليه نشان القانون بيقول إيه الناس اللي عمله القانون بيقوله تسيب الولاد مع الأم غير أمينة غير أمينة غير أمينة ده موقيتك لو لو حضرتك قدرت ناغير أمينة كان الولاد معك كان زمانهم معاك لو حضرتك قدرت تتثبت ناغير أمينة كان زمان الولاد معاك هم الولاد معاك طبعا هي تنازلت عنهم؟ طبعا عقد طبعا أنا اللي بأكلهم وبشرابهم وبعمل لهم أكلهم وبخسل لهم هدومهم هم عملوا عقد تنازل عن كل شيء من حقوقها المادية وحضنتها للولاد هل بتشوفهم ولا لا؟ أقول لحضرتك على حاجة بتشوفهم على السؤال السؤال هو أنا برد على السؤال أنا 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 بقالي أربع شهور بتحيل عليها أنها تصلح حلقتها بالأولاد على الرغم من أن معايا عقد يمكنني تماما أنها ما تكونش موجودة في المحيط تلاتة أربعة كيلو متر مربع حوالين مننا مش أنها بس تقرب مننا أنا برد بطلب منها أنها تبقى أم مش بس علشانها علشان كمان أولادي علشان كمان أولادي يشعروا بقالي أنا كسفت المحاولات في الأربع شهور الأخرانيين أنا بقالي سنتين بتواصل معاها أنه أنت بتكباري أنت لما هتكباري مين هيسابوت ومين هيساعدك ومين إحنا دلوقتي ده المشروع وهي مش مقتنع أنا بقال له أنا أنت حضرتك بتقولي لي بتشوفهم أنا بقول لحضرتك أنه أنا بقاتل ولازلت بقاتل لغاية فترة يعني لغاية يومين 3 فاتوا أنه هي تبقى أعلاقتها بالأولاد كويسة وهي كمان مش عايزة طيب كويسة وضحت نورة طيب ده ليه فأنا بكمل كميل كلامك طيب ده ممتاز بس اللي أنا عايزة أقوله صعب قوي لو كلمنا على المرأة المصرية أنه إحنا نقولها أنت مش قادرة تكون يقوم هي تنازلت لأسباب خاصة بيها لا أعلمها طبعا دايما لما بنسمع قصة من طرف واحد مفهوم ممكن الطرف الآخر يدينا معلومات تانية تشرح لنا نطلبها دلوقت يا حضرتك على الهواء يحنا بنسمع بشكل عاية ده نموذك حضرتك موجود أكتر من ملايين اللي أنا بحكي لحضرتك ده أنا عندي كوميونيتي في نادي وفي عمل وفي خمسونة مكان وبيقابلني سيدات كتير جدا جدا اللي أنا بقول لحضرتك ده مش نموذك عندي أنا بس ده متكرر على مستويات كبيرة جدا من السيدات أنا لازم أحتفظ بإقاع مقبول ووقت المساوي للأطراف أنا بحتاج أسمع الدكتورة أنا بس عايزة أقول حكي أنا رأيي أن من نسبتي أنا بقى الناس اللي بيجي لي في العيادة نسبة المطلقات سواء عن طريق خلعة أو عن طريق الطلاق العادي والأولاد معاهم في رعايتها أكثر بكثير من الأم اللي انسحبت من حياة ولادها واختارت أن الأب يكون معاهم فطبعا ده لو عملنا النسبة والتناسب وزي ما قلتلك نحب نسمع رأيها أنت من بدري أوي في مشاكل كبيرة ويا ترى دايما بنقول إيه الخطوات اللي أخدناها قبل ما نوصل لأم حالدي أنا بقى هنا سؤالي لما أنا أقع في مشكلة أو يباني الخلاف ما بين اتنين شركاء في خلال شهور في خلال شهور من الجوائد ده خلل في الطرفين ده خلل يتحمل مسؤوليته طرف واحد ولا ده ده خلل في الاختيار أصلا أنهما يزار لهم اختاروا وما عارفوش يختاروا بعض صح كل ده موجود أنا بقول إيه إن كتير من البنات داخلين على الزواج وهما مش فاهمين يعني إيه زواج هما فاكرين هيشغلوا غرية عبد الحليم ويحط مزيكة ومشموع وورده بيبقى ساعات البنات مش عارفين إن انت دخل على المسؤولية وإن هو حيبقى مشغول برضو بشوف شباب كتير فاكرين الجواز زي قبل الجوازة بعد الجواز بخرج مع صحابي خمس تيام في الأسبوع الحياة زي ما هي بيبتدي الخلاف إحنا طريقتنا في حل ايقاف لكترزولوشن أو حل شكلنا الزوجية هل أنا بنتفاهم ونتكلم ولا في كلمات بتوجع اللي قدامي فاللي قدامي يرد بترى مش كويسة فتفضل بقى التبادلية التبادلية والخط الأحمر اللي أي ست بتحطه هو العنف اللفظي والعنف البدني مفهوم وده اللي بيخلي أي ست وأنا شخصيا بيجي لي واحدة معظم الأوقات بحاول إن هي ترجع وإن هي تفضل مع زوجها إلا إذا دخل في المسألة عنف بدني عنف بدني ما بتنقش فبيجي يقول لي أصل هي كذا أصل أقول له أوكي هي غلطانة 100% واستفزتك 100% ولكن أنا ما عنديش مبرر أيا كان للعنف البدني بنت الحلال مش عربك ما تضربهاش شكراً خد رجعها لأباباها وقول لها أنت قوله أنت بربتش واحدة كويسة سعيد أنت الخلاف كان يعني إذا سمحت لنا الخلاف اللي حصل في أول كم شهر كان الخلاف على إيه؟ الخلاف بسيط جدا أعزة أشتغل أنا متفق أني ما بشغلش حريمة أنا راجل فلاحي أنت من أول من قبل ما تتجوزوا؟ أه من باب و تلت يعني من قبل وإنتوا مخطوبين قلتنا أنا وإحنا بنتفق في التطور ما عنديش حريمة تشتغل أنت طريق تفكيرك كده أنا بس وهي وفقت على كده أه بعد الجواز رجعوا في الاتفاق رجعوا يعني هي وعليتها أه رجعها تشتغل أه أنت بشتغل ليه مبرراتها إيه؟ نعم مبرراتها إيه؟ أنا بشتغل في ثلاث أمك مبرراتها وداخل لا أنا بكلمش عليك لا هي هي عايزة تشتغل ليه؟ رأي أسأليها تسأل هي في ذلك هل كنت بتصرف عليها ما يعطيها ما يديها إحساس بالأمان وإحساس إنها عايشة عايشة محطورة كريمة إحساس بالأمان مفقود وهي مخلفة؟ نعم أنا بكلمش عليك أنا بتكلم هل أنت كنت بتصرف اللي يكفيها ولا هي يعني اللي يكفي احتياجاتها بقول لها أنا بشتغل في ثلاث أماكن بشتغل في ثلاث مستشفيات مش معنا كده أنا بتصرف بشتغل في ثلاث مستشفيات من أكبر المستشفيات بصرف كويس جدا الحمد لله مستوفي جميع أنواع النفاقات ما عليش مالين لمحضرين تمام؟ أعاكب بس للدكتورة من ضمن أسباب الطلاق واستسهاله الفوايد اللي رايحة بعد الطلاق سواء كان خلع أو أي نوع تاني تمام؟ بتاخد شقة تمكين لمدة 15 سنة بتاخد نفاقات بأنواحها ما بترجعش عامة المنقلات بتاخد معاش بتاخد معاش الوالدين بتاخد معاش الوالدين وده إهدار لأموال الدولة بتاخد معاش تكافل وكرم بتاخد معاش مطلقات أنا معرفش مطلقة عفاديت الدولة عشان نبدوها معاش كل دي فوايد ومتسبب عن مطلقة لسا أنا عايزة أقولك حادث هل الست رايحة تتجوز وعايزة تخلف وتعيش كمطلقة ما كانت قاعدة شوفنا نمازك في الإعلام شوفنا نمازك في الإعلام وقضينا برنامج كمطلع ضيفة بتقول أنا جاي أنا عايزة أتجوز أخلف واتطلق جايز ده ظرف تاني أنا سؤالي لك لو سمحت ببساطة شديدة معاك أنت كنتوا بتفقين اتفاق ما مشيش بعد الجايز بالظبط هي الطرف التاني تراجع عنه بعد الجايز بالظبط ده أساس المشكلة ده أساس المشكلة صح؟ أنت قلت أنه الحكاية حصلت الخلافات حصلت بعديها بشهور برضو صح؟ طبعاً نوصلتش للحدية اللي بتوصل لفكرة التلاق لكن كان فيه اختلاف وجهات النظر وصلت للطاق إمتى؟ من الأول وصلت للطاق إمتى؟ يمكن في الخمس سبع سنين للأخرانيين لما ابتديت أنا فكرة أنه أنا عايز أحافظ على البيت وطبعاً أنا مش هي مش فكرة بتراودني وخلاص هي فكرة بيتبعها تصرفات وأكشنز بشكل ما مني للحفاظ على هذا المشروع وهذا الكيان بحلول بإن أنا أقدم حلول وإن أنا أشوف المشكلة فين كانت خلافات دلية خلقاً أن الراجل دايماً هو اللي عنده الأطر هي كانت خلافات مادية ولا خلافات لا إحنا مش متفقين مع بعض في طريق حياتنا إحنا ما عندناش خلافات مادية خالص إحنا مختلفين مع بعض في طريق حياتنا مش طريق حياتنا يعني يا كده يا كده ملناش حاجة تانية لا في طبعاً أو أدبط الأمور يعني معقدة أكتر من كده يعني اللي وصل الموضوع للطلاق إحنا على مدار السنين دي كلها ما فيش اشتفاهم في تواصل لكن مش بالشكل المحترم مش بالشكل المهزب مش بالشكل اللي يسمح مع أنه الأولاد اللي أنا طول الوقت عمال بعايز يشوفه النموذج الكويس يشوفه الود اسمعني بعد إذن الحال يشوفه أصل هي هي المشكلة أنا في رأي أنا في رأي الطلاق ده حاجة سهلة جداً جداً ما يروح الرجل يتطلق ويروح الستة يتطلق وكله يعيد ويبتدي نقطة ومن أول السفر تاني أنا المشكلة في الأولاد أنا دايماً أنا اللي بشوفه دايماً دايماً الكرسى الحقيقية في أي مجتمع معاناة الوقت الأولاد تحديداً لأن دول في الآخر أنا بشوف أن ملهمش زمن الأولاد دول في الآخر ملهمش زمن عشان أنا أنا أودامي دقتين من الضحة بشمواندسة أنا أودامي دقتين من أكتهد حضرتين عندي سؤال عندي سؤال عشان أودامي دقتين بالظهر أنت حاولتوا كل الفرص من الطرفين مش من الطرفين مني أنا لا لا اسمعني الطرفين الأسر هل في كده تدخل أسري لا ما كش في تدخل أسري من أسرتها لأنه كان الأم متوفية من الأول وليتر الأب توفى فأول مسألك أنا علشان خاطر ما فيش طرف تاني يعني الأسرة عندي موجودة علشان ما فيش طرف تاني أنا كنت دايما أنا اللي بتولى عملية الإصلاح عملية دكتورة عندي سؤال يعني ده سؤالي الأخير وعايز أسمعون حرك الموقف يعني فكرة أنه دلوقتي الأطراف الشابة والشابة ما بقوش فاهمين أنه الجواز فيه فيه منتطلبات يعني فيه تمن بيتدفع فيه تمن بيتدفع البنت بتدفع تمن والولد الشاب بيتدفع تمن صح عشان الجوازة دي تمشي صح هي دي مشكلة مشكلة الأباء والأهالي اللي ربوهم آه من ضمن الأسباب كمان أنا بشوف في الخلافات الزوجية لما الأهل بيتدخلوا بيكون لهم ضرر وأنا كنت قاعدت مع حد وأنا مش أتأكيدا معلومة دي فقال لي لما تعمل إحصى في 2018 في مصر طلع من أكبر أسباب التلاق وتدخل الأهل اللي هو المفروض يبقى العكس بالضبط أو اللي بيتم عشان يبقى العكس فالأهل بيتدخلوا يسندوا البنت على طول الطريق أو بيسندوا راجل على طول الطريق بس أنا عايز أقول حاجة أخيرة مهمة جدا من الستات اللي أنا بقابلهم في الحياة بيبقى طلباتهم إيه إن إن هي تحترم إن هي تتقدر إن هي تتفهم إن هي تسمع كلمة حلوة يتصرف عليها صح وما يبقاش فيه نفعال عليها بكتو باك دي الأساسيات بكتو باك سؤالي لحضرتك يا دكتور بكتو باك سؤالي لحضرتك هو فقال من مات فقال من مات ليه دايماً الزواج التاني للرجل المصري بالتحديد بيكون ناجح جداً بعد ما بيكون مطلق هل ده صحيح؟ أنا بس ألت زواج التاني الحمد لله ناجح جيد واتسألته بس مش دايماً اتسألت السؤال ده قلت لهم إحنا كلنا بنتعلم من أخطاءنا فاحتمالي هو تعلم من أخطاء ثانية واحدة بس هو بيتعلم من أخطاء ده طبيعي وكلنا وأنا ما قدرش أقول الراجل دايماً غلطان أو الست دايماً غلطانا دايماً بيبقى فيه أخطاء متعرفين وجايز برضو ان الست في جوازتها التانية تبقى يتعلم بتنجح جداً بس برضو مرة عليها ناس بيتزوج مرة واثنين وثلاثة وبيفشل هذه مشكلة عنده وقع والمشكلة عنده بالضبط فأنا شفت ده وشفت ده فإحنا خلينا نقول أنه كل النماذج موجودة مفيش نموذج عام نطبقه على الجميع عام بس خلي الناس النهاردة تستفاد من أعدتنا أنه إحنا محتاجين نفكر أكتر في احتياجات بعض إحنا محتاجين توعية أسرية ومجتمعية محتاجين من أجهزة الدولة من أجهزة الدولة متمثلة هل إحنا كأسر كأباء وأمهات ما بقناش من رب عيالنا على فكرة إيه تمن الجوازة مش الفلوس أنا أصدق العب والمسؤولية النفسية لكل طرف بيتحملها تجاهكين صح وإن لازم يعني ما يبقاش أشوف الموضوع بشكل من بعيد ما قفش جنب ابني لمجرد أني ابني حتى لو كله عيوب ما بيجيش لحضرتك يا دكتور زوج وزوجة لا لا أشكركم ما بيجيش زوج وزوجة يعرضوا على حضرتك مشاكلهم جد طبعا مش أنت حضرتك دكتور زي لما اللي بطنك توجعه بيروح للدكتور ودكتور الأسنان احتمال أنه ده يروحوا للدكتور احتمال أنت بتقوله ده يكون علاج هل ده بينجح؟ آه ما يروح للدكتور بيينجح وأنه هو ما يسمى الوحدة المارج كامسل آه حضرتك يا دكتور ورجعت في كلامها وراحت لغة المحامي وجالي جزء بعدها وقال لي أنا جاي أشوف الدكتور اللي قالت برافو برافو برضو حضرتك يا دكتور وقومت سلقهم بقى ولا قومت طريق تفكيرهم وقامت أنها مفاهمها it's strong قوي في طريق تفكيرها ومحتاجها تكون more flexible عندها مرونة أكتر وهو محتاج يفهمها أكتر لما كل واحد يفهم الطرف الآخر لأن كل واحد مننا له تركبته لو أنا فهمت تركيبة الجوزي هو فهمت تركيبتي اتحلت يعني لو روحنا دكتور أهلا حمات استشاري علاقات المسارية ودكتور بنفسي أنا بشكرت شكرا جزيلا نورتيني النهاردة شكرا جزيلا عجوبك مهانس أحمد نتمنى لك حظ أفضل في المرة الجاية إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أستاذ سعيد أنا عارف أنه بشكر الظروف لجماعاتنا والحمد لله أنا بشكر الظروف لجماعاتنا النهاردة بيكون في المنصة الإعلامية المحترمة وأشكر الدكتورة إن هي نبهت في أول كلامها وقالت إن أغلب حالات الطلاق بالتام من غير ما الزوج يكون عارف نورتوني شكرا جزيلا عجوبك شكرا جزيلا عجوبك